أما نادي الزمالك ففي الوقت الحالي بيجاهز شيكات بقيمة مستحقات شهر فبراير متأخرة لمنحها للعبين بمجرد دخول قيمة صفقة إمام عشور خزينة النادي في الساعات المجبنة نحن نتحدث عن اللعبين وأيضا جسولدو فريرة مسؤول نادي الزمالك أنهو أزمة فندق فريق الكرة اللي كان بيطالب بمستحقاته المتأخرة في الفترة الماضية وتم حل الأمر بعد دفع جزء كبير من مدينيات النادي للفندق طبعا قبل معسكر القادم للمبارات القادمة لنادي الزمالك مواجهة الترج في الليلة كمان استقر على عودة محمد أشرف روء للتشكيلة الأساسية لفريق نادي الزمالك بسبب مستوى اللاعب الجيد في التدريبات وأيضا بسبب تراجع مستوى عمر السيسي في المباريات الأخيرة روء من اللعيبة اللي دايما لما بتعوزه بتلاقي حاجة غريبة بقى حاجة غريبة جدا اللي جاية دي سامسون أكنولا مهاجم نادي الزمالك عقد جلسة مع جوزفالدو فريرة موديل فن الفريق عشان يعرف موقفه من الفريق والسر وراء عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة اللي فاتت رغم اجدهاده بحسن ما قال يعني في الاجتماع في التدريبات في الفترة الأخيرة فريرة من جانبه قال له خليك أحسن تقدم أحسن في المستوى واتلاقي نفسك موجود مع الفريق طيب نكمل أخبار موسيقى